السلام عليكم يا مساء الخيرات مشكلة عاوز اخد رعيكم فيها واحد صديقي عز علي كان مقدم معي على الهجرة الكندا وكان ماشي معي خطوات و اكسبريس انتري و كل حاجة و كنا بنذكر ايلتس مع بعض سبحان الله يشاء القدر ان ربنا يوفقنا انا في كندا و ما يوفقوش هو في الموضوع فانا كان هو مع ماجستير بكل بساطة قلت له يا ابني الناس انت معك ماجستير و الايلتس بتاعك هيخلص خلال سنتين فانت فيه بروجرام كويس في نيزلندا ان انت تقدر تكون حاجة اسمها فيزي تبحث عن عمل وتقدر ان انت تروح تقدم مع نيزلندا وتمشي في خطوات نيزلندا خصوصا ان انت معك ماجستير فمجالك مطلوب هناك سمعي الكلام و بدأ يبحث عن الموضوع و بدأ يقدم في البرنامج و بدأ ان هو فعلا مشى خطوات فعلية و جاب الاسكور بتاع البلد يعني المتطلبات بتاع البرنامج و قدم و جا فترة كوفيد حصلت فقعد حوالي ثلاث سنين مستني البروزيس مؤخرا الاستجابة بتاعت الايجنز بتوع الهجرة بقت سريع جدا اللي هما الاوفيسر بتوع الهجرة فطبعا تم الرد عليه والحمد لله استلم الفيزا استلم التأشيرة هو لسا اخذ التأشيرة بالضبط من حوالي اسبوع المشكلة في التأشيرة ان هي فيزي تبحث عن عمل يعني لازم يدخل البلد خلال سنة من تاريخ اصدار التأشيرة لازم يلاقي شغلانا بحد ادنى للدخل يعني ما ينفعش اي دخل لازم حد ادنى للدخل ولازم تكون في نفس مجاله ودي عملاله مشكلة هو متحير هل يسيب الخليج ويروح نيوزلندا ولا يكمل في الخليج وخلاص وقت ما يحصل ان هو يحب يرجع بلده يرجع بلده فهو متحير جدا جي سعالني قلت له رأيي قلت له رأيي ان البصبور نيوزلندي لا يقدر بتمن وفيه ريسك اه في ريسك هو ايه في الحياة مفيهوش ريسك ويفضل ان انت تاخد الريسك وتحاول ان انت تدور رزقك حبنا هيبعته لك لو هو كتبه طبعا فيه مخاطرة ان انت تسيب الخليج وتمشي بس في الاخر انت راجل عندك سكل وعندك مهارة وكده ايه وخصوصا ان الفترة يعطيناك سنة فقط تدور في خلالها على شغل لو ما قدرش تثبت لقضاءة الهجرة هتخسر كل حاجة هتخسر الخليج وتخسر نيوزلندا ولا هتستغنى عن موضوع فكرة نيوزلندا كلها وتكمل في الخليج وخلاص وترضى بالوضع ورزقك ماشي حد ما يشاء ربنا ان هو ايه يقولك شكرا وترجع بلدك لان كلنا عارفين مشكلة الخليج ان ما فيش استقرار ايه فرأيكم مهم واتمنى ان انا اشوف الرأي في التعليقات يعني فعلا الراجل اللي عاوز يعرف يسمع من الناس مختلفة وشكرا لكم